مرحبا بكم أعلنت بورطة البحرين يوم أمس عن إدراج عشرة إصدارات في سوق أذنات الخزينة بقيمة إجمالية قدرها 542 مليون دينار بحريني صادرة عن مصرف البحرين المركزي بأسعار فائدة تتراوح بين 1.86% و 2.14% ولفترات تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر وأفادت البورصة أنه بعد هذه الإدراجات يصل عدد إصدارات أذنات الخزينة المدرجة في بورصة البحرين إلى 19 إصدارا ودشنت البورصة سوق أذنات الخزينة في 31 يناير 2016 بغرض تعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف المحلية والأجنبية التي تتعامل في هذا السوق وتوفير المزيد من البدائل الاستثمارية للمستثمرين في بورصة البحرين نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع جمعية سيدات الأعمال البحرينية لقاء تعريفيا حول دور القطاع الخاص في تعزيز تنفسية العالمية للمملكة وقد استعرض المجلس الأعلى للقضاء لمجموعة من سيدات الأعمال أهم التطورات والتحولات الاستراتيجية في السلطة القضائية ومدى مساهمة السلك القضائي في تعزيز التنمية المستدامة وبين المجلس أن القضاء المستقل له تأثير إيجابي في المجتمع البحريني وخصوصا على الاستثمار المحلي مع الإدراك بأن مسيرة التنمية القضائية تتطلب جهود استثنائية مقرونة بالتميز والإبداع لكي تحقق الأهداف الاستراتيجية وتطلعات القيادة الطموحة بما يعزز استقلالية السلطة القضائية نحن متأكدين أن مملكة البحرين هي قادرة للوصول إلى هذه المراتب لأننا لدينا قضاء مستقل في الكفاءات ونحن كجهة اقتصادية إن شاء الله يعطوننا بعض التقارير نقراهم ونكون معاهم يدا بيد ونتمنى تضاعف الجهود هذا اللقاء من أساسيات الموجودة في المجلس على القضاء متعلقة في استراتيجية الابتقاء القضائي 2020 في السلطة القضائية وهذا من التدشين الخطة الاستراتيجية صار تقريبا قبل سنتين ونحن نعمل الآن في المجلس على القضاء على تنفيذ جميع المبادرات والتوجهات الاستراتيجية الموجودة في الاستراتيجية ومن أساسه هو دعم الاستثمار البحريني والتعاون مع جميع جهات المجتمع ترجمة نانسي قنقر